لمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قروفول أهلا بك سيدي تحياتي لحضرتك كيف تبدو الأوضاع في إدلب بعد انتهاء مهلة إخلاء المنطقة العازلة؟ يعني لا حد لأن الأوضاع الأمنية جيدة لا في أي مشاكل يعني بعتقد خلال الشهر الماضي ومن خلال هذا الاتفاق يعني توفرت مظلة حماية جيدة جدا للمدنيين تلمسنا آثارة في عودة الحراك المدني السلمي في الداخل السوري وتلمسنا آثارة أنه الناس تنفست الصعداء من عمل عسكري كاد أن ينطلق يعني وهذا راح يأثر بكل تأكيد على سلامة المدنيين اللي يمكن أشرنا سابقا أنه عدد سكان المحافظة ضاعف سلاسة أضعاف يعني بلغ عدد الموجودين في محافظة إدلب ثلاث ملايين ونصف منهم مليون طفل وبالتالي يعني هذا الاتفاق حسب اعتقادي وفر مظلة حماية جيدة للمدنيين أتاح فرصة لعودة الحياة الطبيعية إلى حد كبير وبنفس الوقت يعني وفرت تركيا ظروف أفضل لانطلاق أمور المدنيين على المستوى الاقتصادي والتعليمي وغيره من ماذا عن موقف هيئة تحرير الشام ومصيرها من هذا الاتفاق؟ يعني بكل أسف الموقف بالنسبة لهيئة تحرير الشام يعني ما زال ملتبس إلى حد كبير ولكن واضح أنه لن تلتزم أو لم تلتزم على الأقل إلا الآن بمضامين هذا الاتفاق وهذا سيتسبب بمشكلة حقيقية وسيؤثر على سلامة هذا الاتفاق ودعمومته وبالتالي سينعكس على المدنيين وأمنهم وسلامتهم بكل أسف يعني يفترض بهيئة تحرير الشام أن تدرك أنه لم يعد هناك من مجال سوى الالتزام بهذا الاتفاق لأنه هو أولا اتفاق دوليا وحظي هذا الاتفاق أصلا برعاية واحترام دوليين يعني ودعم دوليين وبالتالي يعني يجب الالتزام فيه تجنيبا لانطلاق عمليات عسكرية بحجة محاربة الإرهاب سيتم استهداف المدنيين بالمقابل المعارضة تطمح لمنطقة وقف إطلاق نار شامل ما مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل تمركز هيئة تحرير الشام في الكثير من المواقع وانتشار الميليشيات الإيرانية أيضا يعني فيما يتعلق بهيئة تحرير الشام نأمل أن يتم التوصل معها إلى اتفاق سواء من قبل القوى العسكرية الأخرى أو من قبل حتى تركيا بضرورة انسحابها من المنطقة العازلة اللي تم الاتفاق عليها بعمق 15 إلى 20 كيلومتر أو المنطقة المنزوعة السلاح إذا جاز تعبير وإتاحة الفرصة للدوريات المشتركة الروسية التركية لمتابعة الوضع الأمني في تلك المنطقة لأنه عدم الاتفاق سيجلب إلى المنطقة مزيد من الدمار فيما يتعلق بالتواجد الإيراني على الطرف الآخر يعني مع الأسف الاتفاق لم ينص أصلا على انسحاب أي قوة أخرى من الحد الفاصل من طرف النظام أو من طرف تواجد الميليشيات الداعمة للنظام وبالتالي لماذا لم تنسحب تلك الميليشيات لأنه أصلا الاتفاق لا يتضمن إلزام لها بالانسحاب كيلومترات معينة كما تم الالتزام فيما يتعلق بالمناطق الخاضة لسيطرة المعارضة هل تتوقع نجاح القوات التركية الروسية في تنفيذ الاتفاق وتجنيب إدلب أي هجوم عسكري من قبل النظام أو نشو مواجهات بين النظام وهيئة تحرير الشام؟ يبدو لي أنه هناك مصلحة مشتركة بكل تأكيد تركية روسية بتجنيب محافظة إدلب كارثة ليس لأن روسيا لا تريد استعادة تلك المنطقة لصالح النظام وإنما لأن كلفة العملية العسكرية عالية جدا ولا تريد روسيا أولا أن تقسر تركيا في هذا الموضوع وبنفس الوقت لا تريد أن تتحمل مسؤولية أخلاقية عن حجم الدمار والقتل اللي ممكن يلحق بالمدنيين فيما لو تم استهداف المنطقة وبالتالي أزعم أن هذا الاتفاق سيستمر في المدى المتوسط ستشتغل تركيا على الضغط على هيئة تحرير الشام للالتزام بمضامينه خلال 48 ساعة القادمة على ما أعتقد هل تتوقعون استمراره رغم تشكيك الجانب التركي في نية الجانب الروسي في الاستمرار في هذا الاتفاق؟ أعتقد أن تركيا من مصلحتها تنفيذ هذا الاتفاق وهي مصرة على تنفيذه وأزعم أن روسيا أيضا لها مصلحة في المدى المتوسط بتنفيذه وعدم استعادة المنطقة لصالح النظام على الأقل في هذه الفترة لأن الاتفاق يحظى بدعم دولي حقيقي تلمسناه بالمواقف الغربية والمواقف الأمريكية وبالتالي لا تريد روسيا في هذه اللحظة قسارة الحليف أو الشريك التركي في هذا الاتفاق أولا وبنفس الوقت لا تريد انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق أكلافها العسكرية وأكلافها الأخلاقية عالية جدا وبالتالي لا تريد تحمل مسؤوليتها رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفول كنت معنا عبر سكايب من مارسين ترجمة نانسي قنقر